وإلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث يستقبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض بعد قليل جلالة الملك عبد الله الثاني في قمة وصفها المراقبون بالتاريخية ويبحث جلالته والرئيس الأمريكي العديد من القضايا المهمة كالأزمة السورية وعملية السلام في المنطقة الديوان الملكي الهاشمي غرد يوم أمس على تويتر صورة لجلالة الملك عبد الله الثاني وهو يحضر ليوم عمل جديد في واشنطن حيث جاءت التغريدة من القائمين على حساب الديوان الملكي لتقول جلالة سيدنا يحضر ليوم عمل جديد في واشنطن هذه التغريدة تم إعادتها أكثر من خمسين مرة بعد تدول وسائل الإعلام المحلية والعربية يوم أمس خبر سقوط قذائف من الجانب السوري على منطقة قرى السرحان في المفرق والتي على إثرها تم تعليق الدراسة في مدارس المنطقة تفاعلت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي معبرة عن رفضها لما حصل ومطالبة الجيش العربي بالرد بالمثل وكعادتها رؤيا بادرت بالاتصال للحصول على حقيقة الموقف حيث تم الاتصال خلال نشرة الأخبار مع المواطن عوات قاسم من قرى السرحان وخص رؤيا بمعلومات تفيد بأن الوضع الأمني غير مستقر وخلال الساعات السابقة كان هناك قصف كثيف من الجانب السوري باتجاه الجانب الأردني ولكن لا يوجد أضرار هذا التصريح تم نشره على صفحة رؤيا الرئيسية على الفيسبوك وحصد تفاعلا كبيرا من قبل المشتركين في الصفحة حيث قام أكثر من ستين شخصا بعادة نشر التصريح على صفحاتهم الخاصة إضافة إلى أنه نال أكثر من مائة وخمسين تعليق توحدت في أي عم الأمن بلدنا الأردني الأردن اشتركوا في القناة